التعليمات اللي عندي ممنوع حدا يدخل منها الآن فيه لنا إجراءات وعمل أمني جوا ونبعث ان انتوا جايين تبطوا صورة تفوت علينا تفوت علينا مطالبات من ناد القضاء ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني للسلطة التنفيذية بحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتشكيل مجلس آخر دائم وفقا لقانون سلطة القضائية لعام 2002 وسحبي وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاء إننا المجتمعون هنا من قضاء ومحامين وممثلين مؤسسات المجتمع المدني والأطر النقابية والمهتمين بالشأن الوطني والقضائي نؤكد على ما يلي أولا التأكيد على مطالب ناد القضاء ونقابة المحامين وسائر مؤسسات المجتمع المدني بحل المجلس القضائي الأعلى الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقا لقانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 2002 ضرورة سحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاء رفض تعديل قانون السلطة القضائية أو الالتفاف عليه بسن التشريعات للتقاعد القصري للقضاء ونؤكد أيضا على كافة المواقف التي صدرت عن نقابة المحامين بخصوص الانتهاكات والمخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبت من قبل رئيس المجلس الانتقالي والمجلس الانتقالي ونطالب السيد الرئيس فورا بإقالة هذا المجلس وتشكيل مجلس طبيعي يقوم بمهامه اعتصام أمام مجمع المحاكم في مدينة البيري عقب منع الشرطة للقضاء والمعتصمين بالوصول إلى مقر المحكمة لمنع الاعتصام فحاول المعتصمون الدخول لكن الشرطة منعتهم فكان المؤتمر الصحفي بعيدا عن مجمع المحاكم ليطالبوا باستقلال القضاء ورفض تعديل قانون سلطة القضائية تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي منذ اللحظة الأولى قلنا عنه أنه تشكيل غير قانوني وهو تشكيل غير دستوري وبالتالي يجب أن ينتهي هذا المجلس الانتقالي يجب العودة إلى مجلس قضاء أعلى دائم وفق قانون السلطة القضائية رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يمارس بلطجة بلطجة حقيقية في القضاء ويحيل ساحات المحاكم إلى ثكنة عسكرية وهو المجلس الانتقالي وأعوانه من رئيس المستشار القانوني للرئيس ورئيس المجلس وأعضاء المجلس تحملون مسؤولية المجزرة الحقيقية التي تجري في القضاء اتهامات من المعتصمين لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي باستخدام الصلاحيات المنافية لمبدأ سيارة القانون ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية مطالبين بمحاسبة كل المتورطين بانتهاك استقلال القضاء في رأس طريق ضيط النجاح ألبي اشتركوا في القناة